دكتور إبراهيم السلطاني خبير القانوني دكتور يعني العقوبات التي طالت بنك الهدى بسبب اتهام وأنه مصرف يعني يعمل على تمويل الإرهاب وأيضا غسيل الأموال على ماذا استندت الخزانة الأمريكية بهذا الاتهام لهذا المصرف وهذه العقوبة على هذا المصرف شكرا جزيلا تحية طيبة لجنابك ولي ضيوفك الكرام وإلى القناة الموقرة وإلى مشاهديها الكرام حقيقة يعني أثني وأيد ما ذكره أستاذي الدكتور عدان السراج من أن هذه فعلا هي عبارة عن قنبلة صوتية يعني ذاتما عنا جيدا في هذه العقوبات المفروضة على هذه المصرف أولا أن هذه المصرف بجلها الأربعة عشر مصرف لا تشكل من الأصول الأموال العراقية إلا بنسبة أقل من ثلاثة بالمئة إضافة إلى أن التحولات المالية لهذه المصرف مجتمعة لا تشكل ثمانية بالمئة وبالتالي لا قيمة لهذه العقوبات ولا تأثير لها على الاقتصاد العراق على الإطلاق وإنما أعتقد أنها جاءت رسالة قد تكون عبر العراق إلى إيران وطبعا تعرف أنت الاتهام الرئيسي دائما إلى المصارف على أنه تحول دولار إلى إيران وهذه مستغربة ومضحكة حقيقة وفق المعادلات الاقتصادية وفق الآلية التي تعمل فيها المصارف الآن الولايات المتحدة الأمريكية لما عاقبت هذه المصارف نحن نعلم هناك لدينا قانون برقم 94 لسنة 2004 هذا القانون نافذ فيه عقوبات من قبل البنك المركزي للمصارف المخالف المادة 56-57-58-59 تصل إلى عقوبات كبيرة جدا إذن يا ولاية المتحدة الأمريكية عندما تكون هذه المصارف مخالفة اخبرونا نحن السلطات العراقية لدينا قوانين لكي نتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المصارف حقيقة هذه عقوبات فوضوية لا تستطيع العقوبات دكتور لا يتم إخبار بها بوقت سابق البنك المركزي العراقي أعتقد مجرد صدرة من الخزانة الأمريكية ودون ما هي الأدلة التي تقدمتها للبنك المركزي نحن كمراقبين نطالب البنك المركزي نحن أيضا نتساءل هذا كان سؤال موجهة لك لم تقدم أي دليل في هذه الحالات ما هي الأدلة التي يتم بناء عليها اتخاذ قرار قانونيا يعني إحنا استاذنا الفاضل لو كانت هناك فعلا أدلة على هذه المصارف لتدخل القانون العراق المحلي قبل كل القوانين وعاقب هذه يعني هل هناك انتقائية باختيار المصارف؟ بالتأكيد واضحة جدا هي عبارة عن رسائل صوتية سياسية القصد منها أولا إيران على اعتبار أنه تعرف وضعية العلاقة وثانيا تأثيرات مثل كما قال الأستاذ عدنان السرات تأثيرات الحرب الآن الدائرة في فلسطين بالتأكيد هناك ضغوطات على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى الكيان الصهيوني من قبل المقاومة وغيرها فهذه هي عبارة عن رسائل وأعتقد أنا أتفق تماما أن أصفها هي رسائل صوتية لا أكثر نعم أنتقل لك